اشتركوا في القناة تبقى الزيارات المتبادلة بين البرلمانات الإقليمية والدولية هي الأساس الذي تسعى السلطة التشجيعية في البحرين على تقويته والبناء عليه وتوالي هذه الزيارات من شأنه أن يعزز العلاقات البرلمانية مع مختلف الدول والاستفادة من الخبرات والتشجيعات لديها فزيارة وفد الصداقة التيلندية البحرينية للسلطة التشجيعية اليوم جاء لتعزيز العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة أن هذه الزيارة زيارة مهمة خاصة تأتي من دولة صديقة وعلاقاتنا فيها علاقة قديمة ومتجذرة على كل مستويات والحقيقة هذه هي زيارات البرلمانية تسهل التقارب ما بين البلدين وتنسيق المواقف وتبادل التجارب والاستفادة من مثل هذه الزيارات في تحميق العلاقات سواء على الصعيد البرلماني أو على الصعيد الاقتصادي أو السياسي وتنفيذا لتوجيهات القيادتين الرشيدتين تسعى السلطة التشجيعية دائما إلى تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين على كافة المجالات لقد تمت مناقشة التعاون البرلماني بين البلدين وقد تم الاتفاق أيضا على تبادل الخبرات في المجال التشريعي والتعليمي لقد تمت مناقشة التعاون البرلماني بين البلدين وقد تم الاتفاق أيضا على تبادل الخبرات في المجال التشريعي والتعليمي اليوم طبعا تناخشنا في العديد من الأمور من أهمها طبعا تعزيز التعاون التشريعي بين الجانبين وكذلك الاستثماري في المجال الصحة والتعليم والتجارة وفتح المجال بين البلدين والإحفظ ذلك من خلال التشريعات وابدل وفتالندي يعني كامل السعدادة للملاحظات اللي عبرينها ونحن كذلك ننقل هذه الملاحظات أو التوصيات إلى الحكومة لأعتقد أن العلاقات بين البلدين متميزة على مستوى القيادة أو على الحكومة أو على مستوى المجلس التشريعي الاجتماع أثمر على ضرورة التفاعل بين المجالس التشريعية لمكافحة الإرهاب والزيارة أسست لمزيدا من التعاون وتبادل الرأي في مجمل القضايا بما يخدم المصالح المشتركة سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين